لا يزال الاحتقان والتوتر في محافظة حضرموت هو سيد الموقف بل بات يشهد تفاقما وتصاعدا ملحوظا على خلفية المطالب التي أطلقها مؤتمر حضرموت الجامع منذ أكثر من شهر وصولا إلى إعلان الجامع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي العاجز عن تلبية المطالب أو إيقاف تدهور الأوضاع في المحافظة جديد الخطوات التصعيدية للمؤتمر جاء عبر إعلان الحلف نصب مخيم في منطقة بشار التابعة لمديرية الريدة وقصيعر التي تعد البوابة الشرقية للمحافظة بحضور كبير لمشايخ وقبائل المناطق الشرقية وأكد المشاركون في المخيم تأييدهم للمطالب التي يرفعها الحلف وأنها تأتي في سياق الحقوق المشروعة مشيرين في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي صبغة سياسية لتحركاتهم تحركات الجامع الحقوقية لم تكن الوحيدة بل يبدو أنها أشعلت الحماس لدى قطاعة أخرى وحراك فئوي حيث شهد مطار الريام بالمحافظة وقفة احتجاجية لعشرات الصيادين تنديدا بالقيود المفروضة عليهم من قبل القوات الإماراتية المسيطرة على المطار منذ سنوات وأكد المتظاهرون أن هذه القيود تؤثر سلبا على مصادر رزقهم ومعيشتهم في ظل واقع اقتصادي متردي وفي تجاوز وانتهاك للسيادة اليمنية أمام هذا الواقع المحتقن يعود الحديث عن المآلات المتوقعة لهذا التصعيد والتوتر الذي يتصدره مؤتمر حضر موت الجامع والذي يرى فيه البعض محاولة من أجل الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية تضع الحلف في صدارة المشهد كقوة أمر واقع عند إعادة توزيع السلطة والثروة وهو ما قد يشكل تهديدا مستقبليا للمحافظة النفطية يغري أطرافا أخرى لاستنساخ التجربة